اهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الاهلي خطة احمر اهلا بك يا فارس اهلا بك يا احمد واهلا بكل مشاهدنا وان شاء الله تكون حلقة على قدر توقعها بكم باذن الله حلقة بعنوان ارفع راسك فوق انت اهلاوي من عام 1984 وتحديدا مباراة محمد رشوان مع بطل العالم في الجودو البطل الياباني ما شفناش ابدا الضوء بيتم القاؤه على الوصيف او صاحب المركز التاني طبعا قصة محمد رشوان معروفة رفض استغلال الاصابة اللي عند بطل العالم في المباراة النهائية وخد المدالية الفضية وقال ان اخلاقي بتمنعني وتم تكريمه اخلاقيا على مستوى العالم حتى في اليابان يتذكره جيدا محمد رشوان فاصبح محمد رشوان هو البطل الحقيقي برغم انه المدالية الفضية برغم انه المركز التاني باستثناء محمد رشوان لا يوجد احد يلقى عليه الضوء وهو في المركز التاني سوى النادي الاهلي دائما الاهلي هو الحدث الاهلي حق البطولة او الاهلي فقد البطولة مع كامل احترامنا للجميع ولكن هو ده تاريخ النادي الاهلي ارجعوا لمنشتات الصحف ارجعوا لكل البرامج دائما النادي الاهلي هو الحدث سواء كان فائزا او كان خاسرا العالم كله او القرى المصرية او جماهير القرى المصرية بتتابع مباراة هيتم فيها تتويج بطل الدوري العام المسابقة المحلية الاقوى اللي بتبرز البطل فعلى قناة موجود منافس بيلاعب فريق الانتاج وعلى قناة اخرى النادي الاهلي بيلاعب فريق الجونة ويوم الاحتفال بالدوري سيبك بقى من فكرة انك تروح اي كافاتيريا او اللي انا شفتهم وانا في السويس تقريبا يعني ان كانوا مشغالين ماتش النادي الاهلي برغم ان ماتش النادي الاهلي اهميته بالتأكيد كانت اقل من حيث تحقيق البطولة ولكن لقطة الكابتن محمود الخطيب تحديدا بعد المباراة مع الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري كانت هي عنوان اليوم كانت هي عنوان ختام البطولة عشان كده بقولكم الاهلي هو صانع الحدث عشان كده الكابتن محمود الخطيب كان صادق جدا وهو بيقول اللي عبته ارفع راسك فوق انت اهلاوي كلام بيردده جماهير لكن لما يكون رئيس النادي لاعب قرة اسطورة فهو اكتر حد يكون عارف معنى الكلام اللي بتردده الجماهير فكانت الرسالة ارفع راسك فوق انت اهلاوي انت في النادي الاهلي يبقى لازم ترفع راسك فوق وهو اعتقل من جماهير النادي الاهلي ليه؟ لان جماهير النادي الاهلي وعية وشايفة ومقدرة كانت رسالة مفهومة تماما وعية وشايفة ومقدرة وان فيه وقت للحساب وان النادي الاهلي ما بيسبش حقه وفاكرين دوري 2018-2019 كان النادي الاهلي صاحب قضية عدلة خدنا الدوري وقتها بس ما سبناش حقنا وخدنا حكم من المحكمة بان فيه غرام على اتحاد الكرة للاضرار التي لحقت بالنادي الاهلي جملة رددها الكابتن محمود الخطيب لما قال الاهلي مش هيسيب حقه وكل اللي حصل خارج نطاق الملعب واضح لنا واضح لجماهيرنا حتى مع ذلك لازم تاخد بالك بقى انت كلاعب ان انت كان لازم تدوس شوية كان لازم تدوس اكتر من كده كان عندنا اننا نقدر بعض المرات نكسبها لو ضغطنا على نفسنا ولكن اي دي كرة القدم في النهاية النادي الاهلي لم يحقق اللقب لكن النادي الاهلي صنع الحدث بنزول الكابتن محمود الخطيب ارض الملعب وغير النادي الاهلي مش هتلاقي غير محمد رشوان البطل اللي كان مركز وصيف لكنه خطف انتباه العالم كله